بعد ما عرفنا القاعدة العامة ازاي نقدر نعمل حالات تحميل الشير عايزين نرجع نطبق الكلام ده على الكاميرات مشهورة بس زاي ما قلنا عايزين نجيب ماكس مام شير والتمت ليمت في نفس الوقت عشان ده اللي هنصمم عليه يعني ايه الالتمت ليمت يعني زاي ما قلنا هنحتاج نضرب الدد ولايف اللود امبليفكيشن فاكتور قبل من نرسم الشير لو نبتدي مثلا بالكاميرا سيمبل فاكر الكاميرا السيمبل المفروض فيها توري اكشنز بس فيها باكية واحدة حاليا عشان تكبر الرياكشن ده او كمان الرياكشن ده بتعمل ايه فاكين قلنا هتيجي تحط في الباكية اللي جنبه توتل ومعنديش باكية ناحية تاني يبقى دائما في السيمبل حالة تحميل واحدة اللي هي توتل طبعا التوتل دي عشان تبقى ultimate limit هتضطر سعاتها تقول ايه 1.4 في الدد زاد 1.6 في لايف حالة التحميل دي هجيب اكبر رياكشن هنا واكبر رياكشن هنا لما تيجي ترسم الشيره فاكين قلنا عادة بنبدي من ناحية الشمال هتلاقي سعاتها ان ده كده اكبر قيمة للشير اللي هي نفس قيمة الرياكشن في الطرف يبقى ده اللي هنصمم عليه وزي ما قلنا ده اسمه maximum share alternate limit لو عندنا مثلا كانت ليفر فاكين قلنا كانت ليفر كان المفروض ليري اكشن واحد بس برضه عشان اكبر رياكشن ده على الاخر هعمل ايه هحط الباكية ليمينه total ما عنديش باكية شماله يبقى اكيد دي حالة التحميل اللي اطلع اكبر رياكشن برضه زي ما قلنا التوتال ده مفوض يساوي ايه 1.4 دد زاد 1.6 في لايف لما جيت ارسم الشير اللي هو من ناحية الشمال طلعنا اكبر شير اللي هو قيمة رياكشن بعدين نزلنا قيمة اللود واضح برضه نحالة التحميل دي هجيب اكبر شير هنا والشير ده برضه هيبقى اسمه ايه maximum ultimate limit شير لو عندنا كاميرا بيموس كانت ليفر فاكين قلنا كاميرا زي دي مفوض لي هاتو رياكشن رياكشن عند السابورت اللي في الطرف ورياكشن جمي كانت ليفر يعني بمعنى صح لها حالتين تحميل حالة تجيب الرياكشن ده اكبر حاجة وحالة تجيب الرياكشن ده اكبر حاجة عشان نجيب الماكسموم رياكشن 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 فاكين هنعمل ايه هنحط الباكية يمينه total وبعنديش باكية شماله يبه هتطر طبعا على الكنتليفر احط dead فاكر total هيساوي ايه ساعات عشان بقلت ultimate limit 1.4 dead زاد 1.6 life الده ده الواحد عشان نقلله ساعة هيساوي 0.9 في الده دي حالة التحميل اللي هتطلع رياكشن ده اكبر قيمة ممكنة فاكر طبعا تحسب رياكشن ازاي توقف تاخد signal moment هنا بزيرو من ناحية دي مثلا تطلع رياكشن لما جيت ارسم الشير وانا بطلع من ناحية الشمال لقيت القيمة دي كبيرة جدا بان نزلت اللوت وطلعت قيمة رياكشن اللي هنا وهكذا وبالك حالة التحميل دي طلعت رياكشن ناحية الشمال اكبر حاجة يعني شير ناحية الشمال اكبر حاجة لكن الشير اللي هنا مش اكبر حاجة دي اول حالة حالة التحميل التانية اللي هي عند رياكشن rp اللي هو جنب الكنتليفر فكينا قلنا القاعدة العامة هنعمل ايه هنحط يمينه total وشماله total ومعنديش باكيات تانية طبعا التوتال سواء يمين او شمال هيساوي ايه 1.4 dead زائد 1.6 live وبرضه نحط تاني 1.4 dead زائد 1.6 live دي الحالة اتطلع رأكشن ده اكبر قيمة ممكنة قبلك رأكشن ناحية شمال دلوقتي مش اكبر حاجة ممكنة فوانا بارسم هنا لقيت القيمة دي قليلة لقلم الحالة اللي فاتت يعني نزلت اللود وطلعت تاني وهكذا لو تاخد بالك قيمة الشير من هنا لهنا هو قيمة رأكشن طبعا المفروض لما تيجي تصمم عند السكشن ده هيبقى قيمة الشير الناحية دي وعند السكشن ده قيمة الشير الناحية دي يعني قيمة الرأكشن هنا بيسو مجموعة الشير ده زائد الشير ده بعد ما رسمت الشير لحالتين التحميل سواء الحالة الاولانية او الحالة التانية فاكر ازا كنا بنرسم من maximum maximum شير زا ما كنا بنعمل مع المومن بالضبط سأرسم الاتنين شير على نفس الديتم بعد كده قيمة هنعمل ايه هنتقل على البيض عن الديتم ده المكسما ماكسما شير لما حب اصمم دلوقتي هاجي عند السكشن ده هصمم على الأكبر شير وهاجي عند السكشن ده أصمم على الأكبر شير واجي عند السكشن ده أصمم على الأكبر شير بالنسبة للبيم وستوى cantilevers لو انت الوقت لديك span ليها cantilever يمين و cantilever شمال برضو كالعادة دي لها توري اكشنز R A ناحية الشمال و R B ناحية اليمين يبقى دي مفروض ليها كم حالة تحميل في الشير سأتبقى ليها حالتين تحميل كل ري اكشن ليه حالة بالنسبة لري اكشن R A كالعادة هنحط القاعدة العامة هنحط الباكية اليمين و توتال و شماله توتال ونيجي عند ال cantilever هنحط dead فكين قلنا بالنسبة للتوتال عشان نخليه ultimate limit يبقى هنقول ساعتها 1.4 dead زق 1.6 life وبردو ناحية التوتال ناحية التانية وبردو 1.4 dead زق 1.6 life لكن بالنسبة للدد اللي هنا عشان نقل اللوت فكين قلنا مقوم ساعتها 0.9 dead وبالك حالة التحميل دي هتخلي ري اكشن ده اكبر قيمة ممكنة لكن ري اكشن ده مش اكبر قيمة ممكنة فلما تيجي ترسم الشير في الحالة دي هتكتشف ساعتها ان قيمة الشير هنا اكبر حاجة وطبعا كالعادة زي ما قلنا الري اكشن R A اللي هو هيساوي مجموعة الشير ده زائد مجموعة الشير ده لكن الناحية التانية مش اكبر حاجة بالنسبة للري اكشن الناحية التانية نفس الكلام بالزبط فكين قلنا عشان تيجي بري اكشن R B برضو هنحط الباكة يمينه total وشماله total ونيجي عند الكنتيفر نحية التانية نحط dead بالنسبة للتوتا علشان بألت متلمت يبقى 1.4 dead زق 2.6 alive ونحية التانية برضو 1.4 dead زق 2.6 alive بالنسبة لجزء dead الواحده هيساوي 0.9 dead لما جيت احسب ري اكشن في الحالة دي لاقيت ان R B أكبر قيمة ممكنة لكن الري اكشن الناحية التانية مش أكبر قيمة ممكنة فهو احنا بنرسم الشير في الحالة دي اكتشفت في الحالة دي ان قيمة الري اكشن هنا كبير قوي لكن قيمة الري اكشن هنا مش أكبر حاجة فكين الري اكشن ده هيساوي ايه مجموعة الشير تحت زق مجموعة الشير فوق بعد ما رسمت حالتين التحميل فكين قلنا في الحالة دي هنعمل ايه هنرسم maximum maximum ان انا هرسم الاثنين على بعض دو تد الأول وبعد كده أتقل على البيت عن الديتا فاكر من الماكس مام ماكس مام شير ده اللي على أساسه هنبتدين صمم مثلا بالنسبة للسكشن ده أنا هاخد أكبر شير اللي هو هنا بالنسبة للسكشن ناحية التانية هاخد أكبر شير اللي هو هنا وبرضو السكشن ده هيبقى ناحية دي وسكشن ده اللي هو ناحية دي يبقى دايما نحتاج نرسل ماكس مام ماكس مام شير قبل ما نصمم على الشير